ترجمة نانسي قنقر السيد عبدالله بن عاد الفخرو وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة صادرات البحرين وذلك بالتعاون مع بنك البحرين للتنمية ويمثل هذا الحدث المنظم من قبل صادرات البحرين لحظة محورية في دعم النمو والانتشار العالمي للصناعات وثقافة النابضة في المملكة وخلال المسابقة تم استعراض خمس مواهب محلية من ثلاث قطاعات رئيسية منها الصناعات الإبداعية والتنمية المستدامة والتأثير الاجتماعي إلى الجانب المسابقة تم عقد العديد من الحلقات النقاشية بالإضافة إلى حفل توزيع الجوائز تقديراً لجهود المشاركين كجزء من أنشطة الفعالية وأشهد سعدة السيد عبدالله بن عاد الفخرو بالجهود المتميزة التي بذلها جميع المشاركين مهني أنا شركات سايلنت باور على تمييزهم اللي أنا عجبني وبهرني في الواقع هو إبداع الشباب البحرينيين شفنا شباب بحرينيين مؤسسين لشركات ناشئة عندهم القدرة على دراسة السوق وابتكار أفكار جديدة وحلول جديدة فعلاً تحل مشكلة في السوق فأينا المؤسسين في عدة مجالات من ضمنها الصناعة من ضمنها التقنية المالية في الماركت بلايس وأمور أخرى فهنيئاً للشباب البحريني على إبداعهم وريادتهم في حمدان الدعايو نحن نسنع روبوتات تكنولوجية والإعلانية حالياً شاركنا في مصابقة Creative Business Cup وفوزنا مركز الثالث والحمد لله اليوم نحن سعيد جداً والآن إلى أداء الأسواق المالية الخارجية تتوزع مشاريع شركة إنفراكور بين عدة قارات وتتميز بمناء مجتمعات نظيفة بيئياً يحكم بحكم السقوك الخضراء التي أطلقتها بقيمة 900 مليون دولار السيد ماجد الخان الرئيس التنفيذي لشركة إنفراكورب يكشف تفاصيل هذا الموضوع إنفراكورب هي ولدت عملاقة أمانة يعني هذه من حسن الحظ أنفراكورب طبعاً كان التصور الرئيسي إنه تأسيسه من طبعاً مجموعة GFG إنها تخلق منصة متخصصة في الاستثمار في البنية التحتية تم يمكن أعطائنا أصول عملاقة واشتغلنا على تحسين أداء هذه الأصول في الفترة الماضية السنتين اللي حين منذ تأسيس الشركة الأصول نحن يمكن محظوظين بأننا نمتلك واحدة من أكبر المحافظة العقارية حتى في منطقات الشرق الأوسط نملك حوالي أراضي تتوزع مساحاتها على تقريباً 250 مليون قدم مربع موزعة بين شمال أفريقيا والخليج العربي وشبه القارة الهندية اللي الحمد لله قدرنا أننا خلال السنتين اللي فاتوا ويموباليز في معظمها ونحقق فيها قيمة مضافة ونحسن ممكن من أدائها اللي يمكن حتى كان مشهود أو انعكس على أداء الشركة بصورة عامة من ناحية الربحية وإحنا مركزين يمكن بصورة كبيرة على أن نخلق مجتمعات نظيفة وهذه بحكم السقوك اللي أصدرناها يمكن إحنا أصدرنا واحدة من أول السقوك الخضراء في منطقة الخليج واحدة كانت أكبرها في وقت اللي أصدرناها بتقريبا 900 مليون دولار فإحنا جدا مؤمنين بأننا نميز روحنا في هاي المجال أننا نخلق بيئة يمكن متميزة لسكوك أو اللي راح يتخذون مشاريعنا سواء للسكن أو للأعمال أو للترفي والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملة الخليجية وأبرز العملة العالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر